حضراتكم عارفين طبعاً الشفة الأرنبية الشفة الأرنبية والعدد من الأطفال يعني حبيبي يعني ممكن يكون عندهم مسألة الشفة الأرنبية دي والأهل مش عارفين يعملوا إيه العملية التكاليف الفلوس الكذا ولكن الشيء الجميل والخبر الجميل يعني أن مستشفى الجلاء التعليمي هتجري إن شاء الله عملية الشفة الأرنبية بالمجان لعدد من الأطفال هنشوف يعني التفاصيل إزاي وإيه هي الاشتراطات الاشتراطات ايه هي الحالات من اه استاذ دكتور شريف صفوة مدير عام مستشفى الجلاء التعليمي. دكتور شريف مساء الخير وانا اسف جدا اتأخرتها لحضرتك. اهلا بك يا فهلا. نسان نقول الاستاذ عمر ايه الاخبار? الحمد لله ازاي حضرتك. كله تمامي. الحمد لله. الحقيقة الظريف في الموضوع ان مستشفى الجلاء احنا عارفين بنعد عليها طول عمرنا مستشفى الجلاء. عارفين دهما الولادة. ولكن انها تعمل. اه انها تعمل. وامراض النسا طبعا. انها كمان تعمل عمليات جراحية للاطفال اللي عندهم الشفة الارنابية. فده شيء عظيم جدا. فاروق تقول لنا جات ازاي المبادرة. بالضبط كده يا فان. هي مستشفى الجلاء موجودة من سنة الف تسعمائة تمانية وتلاتين. دي من اقدم المستشفيات. هي معروفة زي ما حيك قلت بالضبط ان هي مستشفى الولادة. طبع. يعني مش كتير يعرفوا ان هي مستشفى فيها تخصصات الثانية. وبناء على التوجيهات القيادة السياسية علشان نحاول نقلل ونرفع المعاناة عن المرضى. احنا اصلا الخدمة دي كتت موجودة من زمان من قبل كده. بس هي بناء على توجيهات معالي الوزير واستاذ الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة. ان احنا لازم نبرز بقى الحاجات اللي عندنا اللي بتتعامل بالمجان عشان نخدم بيها المرضى بتاعنا. من ضمن الحاجات دي عندنا قسم جراحة اطفال. قسم جراحة الاطفال ده بيشتغل العيوب الخلقية. اه. وكلها توتى لي بالمجان. بالمجان. يعني الشفة الارنابية. الزوائد اللي احنا شفناها في الصور من شوية. كل الامور دي اه 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 حضراتكم بتعملوها بالمجان لل للاطفال. بالزبط كده يا فندم هي الموضوع. المشكلة ان في الحاجات العيوب الخلقية دي ان الام والاب بيبقوا مستنيين بيبي وبعد كده اول ما يتولد يتفاجئوا بقى بالموضوع ده. فالموضوع ده بيبقى مؤثر جدا على ايلة. فالموضوع ده محتاجين ان احنا انا من هنا من عند حضرتك بقى واعي الناس متابعة الحمل من الحاجات المهمة جدا. طب. عشان بيه هنقدر نعرف نكتشف الحاجات دي اسناء الحمل. فنعرف نختار المستشفى اللي هنولد فيها. ايو. عشان انت داخل. عشان في عيوب خلقية. في عيوب خلقية. بالزبط. محتاج تدخل على طول بعد الولادة. سن معين عشان اولي الامور اللي معنا لو في عنده طفل ولا حاجة عنده اه عيب خلقي. فمحتاج ان هو ييجي مستشفى الجلاء. فهل في سن معين بتقباله كل حالات? هي اه يعني حسب ايه هي العيب الخلقي. بس حاجة زي الشفة الارنابية دي هو اول ما بيتولد البيبي فهما الاهل بيبقوا شايفين ان فيه حاجة فيها مشكلة. صح. فانا بنصحهم لازم يتوجهوا للمستشفى علشان لازم فريق من جراحة الاطفال يبص عليهم بيحدد لهم بقى هل العملية دي محتاجة تتعم بعد ثلاث شهور بعد ثمان شهور. وايه الحاجة في الوقت ده اللي احنا محتاجين نعملها علشان نحضر العملية عشان تنجح. في كمان عيوب خلقية تانية. قبل الزبط كده من اول ما تولد العيانة. وفي عيوب خلقية تانية محتاجة تدخل بعد الولادة مباشرة. فدي من الحاجات اللي برضو لازم العيانة تبقى في متابعة الحاملة عارفة علشان ده اللي بما تولد في مكان غير مجهز. احنا بنفقد اللي بيبيهات دي. طيب ده. وبرضو عندنا في المستشفى احنا. احنا. احنا عندنا في المستشفى يا فاندم ان احنا عندنا جراحة الاطفال. في حاجات بنعمل فيها توقامها. يعني احنا مثلا ممكن يبقى فيه تخصصات زي مثلا المخ والاعصاب. بيبي مثلا مولود عنده مياه على المخ. اه في بيبيهات بتتولد عندهاش فتحة الانف. تمام? اه. الحاجات دي كلها احنا عاملين توقامة. اه رئيس الهيئة عامل توقامة مع كل مستشفيات الهيئة. بحيث ان احنا التخصصات دي بتيجي عندنا هنا لو البيبي مولود عندنا بحيث ان هو يتعمله العملية في المستشفى. طيب ده شيء عزيم جيو حركة بتأكد بكل العملية دي بالمجانة. بالمجانة يا فاندم. طيب. ده شيء محترم. بنشكر حضراتكم عليه الحقيقة. يعني شكرا جزيلا. دكتور شريط صفات مدير عام مستشفى الجلاء التعليم.